بدأت صباح الاثنين عملية تعويم سفينة كوستا كونكورديا لإيطاليا المكوبة بهدف تفكيكها وتخلص من حطامها فبعيدا عن جزيرة جيليو لإيطاليا ستتم مراقبات ما قد ينجر عن عملية تعويم السفينة عن قربة بنظر إلى المخاطر البيئية التي قد تنجم عن ذلك وسيتم إفراغ الحويات التي تشبه البراميل الضخمة والممنوء حاليا بالماء على مدى ستة أو سبعة أيام بحسب الخبراء وكان المهندسون نجحوا في تحريك السفينة باتجاه وضع مستقيم خلال شهر سبتمبر الماضي عندما قام الفريق العمل بربط حويات ضخمة على جانبيها لتعويمها وكانت سفينة كوستا كونكورديا استضمت بحاجز سخري على ساحل جزير جيليو لإيطاليا عام 2012 وانقلبت جوس إيجان وخلف الحادث 32 قتلا